ومفتشين أكفاء في إطار المتابعة المتواصلة لسير العملية التربوية داخل المؤسسات التعليمية ضمن برنامج جسور الذي يهتم بالمستويات الإشهادية تأتي زيارة وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي رفقة رئيس حزب الإنصاف لمدرسة تجنين رقم ذلاذة في ولاية واكشوت الشمالية نحن اليوم نزور ذانوية بولاية واكشوت الشمالية إياك نطلع لسير دروس التقوية لصالح السنوات الختامية خصوصا الباكالوريا وهذا مشروع عند الوزارة برنامج عند الوزارة منذ بداية السنة وتعزز من الممتصف السنة وازدادت سرعة نهاية السنة إياك نقعز قدرات تلاميذ المترشحين للباكالوريا إياك لك يزيد عدد الناجحين ومعدلات الناجحين هذه المكونة الأحزاب السياسية بعض الأحزاب السياسية مشكورة منظمات المجتمع المدني مشكورة ساهمت أيضا في دروس التقوية ونحن اليوم زرنا فصلين في الولاية الشمالية وفي الولاية الغربية في تدخل من حزب الإنصاف مشكورة لتقديم دروس تقوية لصالح ما يزيد على 400 مترشح في تقصصات العلوم والرياضيات الزيارة هذه تدخل في إطار مساهمة حزب الإنصاف في دعم هذا البرنامج خصوصا في المناطق الأقل حظا في التعليم أنا تشرفت اليوم صحبت معايد وزير على أن نزوره هذه الدروس تقوية لمنظمة ضمن برنامج السورة اللي عدت الوزارة لدعم السنوات النهائية وطلعت رفقة طاقة من المحترم الثانوية التوجين لفريق المتميز من الوزارة المشرفة للبرنامج الأمانة التنفيذية للتعليم في الحزب طلعت معاهم ومحايا الوزير على سير هذه الدروس لتلبية لعبة الوزارة الكريمة لعلن منظمات المجتمع المدني كاملة تمد ليد المساعدة في العملية الإصلاح الكبيرة اللي جارية في المنظومة التعليمية استجاب الحزب ليكمل ما أمكن من هذا الجهود الوطني الكبير للناس كاملة واللي في حانة الرئيس يكرر دواماً على نسلاح المنظومة التعليمية على مسؤولية كل حال نسرورين اليوم على أن هذا الجهود البسيط اللي بدل الحزب نجبرنا معاها تجاوب كبير من آباء التلاميذ اللي واقفين واللي ظهرنا علىنا اللي معدلين لا حد منه جهود بسيط مكمل جهود كبير معدلينه كانت هذه الزيارة فرصة عبر من خلالها الطاقم التربوي في الثانوية عن ارتياحه وسعادته بهذه الخطوة التي لا محل ستساعد في زيادة نسبة النجاح في مختلف المسابقات النهائية حسب قولهم نشكر قائمين على العملية اللي كانوا التلاميذ مستفادين منها فالنتجينها ثلاثة الحقيقة من أسر ضعيفة واستفادوا وذلك زين عندهم وزين عند المؤسس وزين عند الاساتي اللي استفادوا مباشرة اللي ينوفا وساهم لهم ذلي يا الله يجبر وشاكرين حزب الإنصاف تشارك مع الوزارة لذلك التلاميذ اللي رأهم شافوه اليوم أردوا أنهم تلاميذ حقيقيا موجد الوزير والوفد المرافق له تجولوا داخل الفصول كما استمعوا إلى إحدى الدروس المقدمة وآراء الطلاب في مشروع جسور الذي يتمثل صميم عمله في المساهمة في تقديم دروس تقوية للسنوات الإشهادية